خلينا بزعفة كتير كبيرة نستقبل سوا رئيس الأغنية اللبنانية ملحم زين الفنان ملحم زين أهلا وسهلا فيك عبر قناة الجديد شرفته نورته نحن موجودين اليوم بحفلك بكازينو لبنان خبرنا كيف تح دريتك للحفل والله اليوم حفل ما شاء الله من قبل عشرة أيام وأكتر ساعدين بالصيفية حلوة الناس جئين من كل الجنسيات يعني الاختراب الموجود في لبنان اللبنانية العرب اللي موجودين ببلدهم لبنان وأهلا وسهلا فيهن منجرب دايما نخلق فرحة ونخلق جو حلو بالبلد إن كان بعلبك إن كان هون إن كان شمال جنوب ومكان إن شاء الله الله يقدرنا ونعمل حفل حلو هذا أهم شيء يعني ما فينا إلا ما نذكر حضورك المؤثر جدا بمهرجانات بعلبك شفناك قد تأثرت وقدي كان هيك الحضور له رهبة عندك خبرنا أكتر عن مشاركتك بمهرجانات بعلبك كانوا الليلتين حلوية كتير يعني كانوا سولد أوت من قبل شهر الليلتين كان فيه حوالي 8000 شخص بالليلتين الحمد لله نشكر الله ومنحمده اللي بقولوا دايما إنه أول شيء هذا مسرحة بعلبك العظيم يعني هذا اللي ما حدا فيه بمحل معين ينكر هالبصمة اللي بيقطع فيها الفنان بليلة بعلبك وبمهرجانة بعلبك إن شاء الله بتتكرر وكنت سعيدة كتير حضرناها قبل بشهرين رتبنا كل شي على أكمل وجه نقدر نطلع بأحلى صورة والحمد لله عملت ضاجة كتير والناس حبتها في لبنان وخارج لبنان بقى إن شاء الله صفية تكفي هيك والبلد الحمد لله أنا شايفه متحسن كل شي يعني عم يتحرك كل شي بمحل معين لو أكيد فيه ناس فقيرة وطحت خط الفقر ودائما موجودة للإشياء ولكن اللي بقوله الله رزاق إن شاء الله الأمور بيضال بخير والبلد بيضال بخير يعني من الحمد اللي بشوف كل هالحفالات في لبنان بيفكر إنه الوضع بالأحياء الفقيرة يمكن أو الأحياء الشعبية في لبنان هو نفس الشي ولكن أنت ابن هيد الأحياء وأنت عايش فيها ويمكن من أكتر المناطق محرومة في لبنان اللي هي بعلبك اللي عم نشوف الوضع من صعب لأصعب شو رسالتك للسياسيين يمكن اليوم بهيك وضع والله الحاكي ما بطل ينفع إذا بدلت سألين شو رسالتي وشو بدي أقلهم الحاكي المرحلة تخطط كتير موضوع الحاكي كتير مش شوي يعني بيروت معتمة كلها بيروت الإدارية والكبرى كل واحد ضعب كزا مليار ما حدا بيطلع سانتي يضوي شارع بس ولك شارع بس بككسار عين الناس أنه أنا دولت لكم بيروت عشان بس ما تموتوا بالطرقات يعني ناس خلاص يعني تمسحي لا أعرف شو بيقولوا بالضبط بصراحة يعني لذلك الحاكي ما كتير بقى بينفع خلاص خلاص الناس تحركت بفترة معي يعني المطالب ما بعرف المطالب محقة ولكن يعني الثورة لو بدها تكفي بشكل الحقيقي والمزبوط كانت كفت أنا برأيي كان في حركة مطلبية أكتر ما هي ثورة يعني وكنوا تقاطروا بالطلقات على حزاب ما تجيب سير تفلان ما تجيب سير تفلان ما تجيب سير تفلان ما تجيب العالم اللي عم تتظاهر مع بعضها في مصيبة نحنا نحنا بمصيبة كبيرة البلد صح اقتصادنا صغير صح لأنه سهل نقدر نطلع من عنق الزجاجة أو من الزجاجة كلها بس بدك نقطة صفري بلشوا بالإصلاح يعني الأوروبي والغربي عم يقولون بلشوا بالإصلاح ننقف حد كن ما حدا بده يشتغل يعني واني هالوزراء أنا بسأل سؤال واني هالوزراء في وزارة حكومة تصريف أعمال فيها 30 وزير واني واني ببلد منكوب ما في بناة تحتية ما في اقتصاد الناس عم تموت الجوع ما في مويد غزائية ما في دواء ما في واني يعني مفروض بكل بلد بأي بلد بيحترم حاله والوزير هو موظف عند الشعب هون بيعمل الوزير رسير أقول له ما عليك مرأت كيف بس إن شاء الله بيجي وقت الأمور تختلف ملحن بعرف يمكن ما بتحب نحكي عن مبادرت الإنسانية ومنعرف أنه يمكن مبادرتك اللي بعيدة عن الأعلام أكتر بكتير من اللي على الأعلام ولكن هل برأيك اليوم الفنان واجبه يقوم بمبادرت الإنسانية أو هو اختيار من عنده أكيد واجبي واجبي مش كفنان واجبي كمواطن إذا عندي القدرة وعندي المساحة اللي فيني يتحرك فيها أني أقدر أخذهم إن كان بطرقات إن كان بإنارة إن كان بأدوية إن كان بأي شي بيعوز البلد أنا بكون جاهز عطول وهذا ما قالي بش جميلة أنا ما عم بعمل شي لأعلى لأعلى أنا كعب يعني والله أنا عم بعمل أنا عملت كتير إشياء ما طلعتش على الإعلام فيها أبدا يعني وبرجع وبعمل بعد قد نوعان شكي مرة ما بطلع بالإعلام يعني الفكرة مش إنه والله أنا لا عندي مطامع سياسية ولا بفكر بشي يعني أنا بالمحل اللي أنا فيه محبوب أكتر بكتير من متين نائب مش من نائب واثنين لذلك المبادلات اللي عم تكون اللي أنا عم تكون موجود فيها هي عم مارس دوري كمواطن عم مارس دوري كمواطن صالح بحب بلده بمآمن بهذا البلد كبلد نهائي إلي ولأولادي ولا عائلتي لذلك بحس إنه إن شاء الله قادرين نعمل كتير إشياء عرفنا إنك عم تحضر شي جديد لجمهورك خلص الألبوم إن شاء الله عم بدنا نصور بهالأسبوعين نقل الأغاني اللي بدنا نصورها في خمس أغاني حركين ما في كتير بكي ونويح لأنه الناس تعبت الناس تعبت الناس تعباني بكل وطن العربي سوريا أردن لبنان وما بدك الناس تعباني بقى بده شي فرحة أنا بقول لذلك رحنا بالألبوم على محل فرح وحلو إن شاء الله ينال أعجبوني يا رب إن شاء الله بتوفيقوا شكرا كتير لأقلعك تحياتي الجديد وإلكم تانك تانك